السودان على أعتاب اختراق سياسي كبير نحو إنهاء الأزمة بالتوصل لاتفاق طال انتظاره بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الطريق نحو الاتفاق مهده إعلان الجبهة الثورية عزمها التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري التي أشرفت على إعدادها نقابة المحامين بالمشاركة مع ممثلين لأحزاب وقوى سياسية ومدنية وتحظى الوثيقة بتقارب وجهات النظر بشأنها بين المكون العسكري وبعض الأحزاب السياسية والقوى المدنية فقد رحب المكون العسكري بالوثيقة مع إبداء ملاحظات لا ترقى إلى مستوى التحفظات بدورها أبدت الجبهة الثورية ملاحظات على المسودة لكنها تعتزم التوقيع عليها ورغم هذه التوافقات هناك معارضة للاتفاق خاصة من القوى الشبابية ويدفع المعارضون بأن الإعلان الدستوري المقترح يعزز قبضة الجيش على السلطة وتطالب كتل سياسية بمصالحة شاملة بين جميع السودانيين وتسعى الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد المشرفة على الوساطة بين الأطراف السودانية لإقناع أطراف أخرى بالانضمام إلى الاتفاق ومن أبرز ملامح مسودة الدستور الجديدة تشكيل مجلس وزراء مدنيا بالكامل وإقرار تبعية الشرطة والمخابرات للسلطة التنفيذية مع منح رئيس الوزراء سلطات واسعة تشمل تعيين قادة الجهازين الأمني والإدارية وبحسب الاتفاق يتم تقليص السلطات العسكرية لتكون حامية للحكم بدلا من تولي مهام الحكم ويعول السودان وجهات دولية وأطراف أقليمية فاعلة على أن يخرج الاتفاق المحتمل والبلاد من الأزمة التي تعيشها منذ تعطل المرحلة الانتقالية العام الماضي بسبب خلافات بين المكونين العسكري والمدني